على صايد آخر استقبل مطران إليكسوس مطران الرعاية للروم الأرثوذكس في مدينة غزة النازحين المسيحين والمسلمين في ملجأ كنيسة الروم الأرثوذكس في المدينة وقد بذل سيادته كل ما يستطيع من أجل الحفاظ على أرواح النازحين وفتح أباب الكنيسة لهم ولعائلاتهم وكان قداسة الباب فرانسيس قد أجرأت رصالاً بالكنيسة الكاثوليكية في قطع غزة للإطمئنان على أحوال المسيحين في المنطقة جراء الحرب الدائرة هناك كما أجرى عدة اتصالات مع كنيسة العائلة المقدسة لمتابعة وضع الرعية ويذكروا بأن الكنيسة الأرثوذكسية في مدينة غزة تعد من أكبر وأقدم الكنائس الثلاث المتبقية في قطع غزة والتي يعود تاريخ بنائها إلى عام 402 ميليا دي